الوحدة العشرون الجنائز قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سورة العنكبوت الآية الثابعة والخمسون عناصر الوحدة أريد أن أتعلم الجنائز حقوق الميت على الأحياء لما كان الموت حقا على كل أحد فقد جعل الله تعالى للميت على الأحياء حقوقا من موته حتى يوارى في قبره وجعل دفنه كرامة له فامتن به عليه كما قال تعالى ثم أماته فأقبره واحد سورة عبس الآية الحادية والعشرون وقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اثنان سورة المرسلات الآية الخامسة والعشرون وهذه الحقوق التي للميت على الأحياء من فروض الكفايات ما معنى فرض الكفاية هو الفرض الذي إذا أدته فئة كافية لصحته من المسلمين سقط الإثم عن الباقي وأما إن لم يؤده العدد الكافي من المسلمين فإنه يأثم كل من تخلف عنه ممن علموا به ولم يكن لتخلفهم عذر وحقوق الميت على الأحياء هي واحد تغسيله اثنان تكفينه ثلاثة الصلاة عليه أربعة حمل جنازته خمسة دفنه في قبره ما يستحب عند المحتضر أقرأ النصوص الآتية وأستخرج منها ما يستحب فعله لمن كان عند المحتضر وبعد موته المحتضر هو من قرب موته سمي بذلك لأنه حضره الموت أو حضرته الملائكة النصوص النصوص ما يستحب فعله تلقين الميت لا إله إلا الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند المريض والميت اثنين على ستمائة وثلاثة وثلاثين برقم تسعمائة وتسعة عشر قول الخير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر إثنين على ستمائة وأربعة وثلاثين برقم تسعمائة وعشرين الدعاء بخير تغميض الميت والدعاء له عن عائشة رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب البرود والحبرة والشمل خمسة على ألفين ومائة وتسعة وثمانين برقم خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعين ومسلم في كتاب الجنائز باب تسجية الميت اثنين على ستمائة وإحدى وخمسين برقم تسعمائة وثلاثة وأربعين وهذا لفظه وسجيا غطي جميع بدنه وحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ضرب من برود اليمن تكفين الميت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سورة البقرة الآية السادسة والخمسون بعد المائة الأولى قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون تغسيل الميت تغسيل الميت فرض كفاية على من علم به من المسلمين لحديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الحنوط للميت واحد على أربعمائة وستة وعشرين برقم ألف ومائتين وسبعة ومسلم كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات اثنان على ثمانمائة وخمسة وستين برقم ألف ومائتين وستة الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء يكون التغسيل في مكان مستور فيجرد الميت من ثيابه بعد أن تستر عورته والواجب غسله مرة واحدة بتعميم الماء على جميع بدنه والأفضل أن يوضأ أولا كوضوء الصلاة ثم يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ويكرر غسله ثلاث مرات وإن رؤي الزيادة إلى خمس أو سبع للحاجة فعل ويجعل في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور لكن لا يمضمضه ولا ينشقه الماء لما فيه من الضرر ويكتفي ببل فمه وأسنانه وأنفه بالماء ومسحه مسحا رقيقا